كلام لابد منه فقال اتجاه ده في كذا موضوع الحقيقة الاسبوع ده والأيام الماضية يعني كل كلمة أستاذ فراهيم دلوقتي أصبحت بخطة ممنهجة قابلة للتحوير وأخذها في اتجاه لخلق نوع من التوازن في المواقف المتبينة جدا ان يقول لك القلب زمال الكفاة تراشق تراشق ايه فين التراشق ده يعني أنا قاعد بتضرب بأرجم بالسب والقصف والاتهمات الباطلة المغلفة بمصلحة البلد وكلام متناقض وفي نفس الوقت احنا اللي بنراعي حقيقة مصلحة البلد احنا اللي بنتحمل واحنا اللي بنسكت ونلجأ للأجهزة المعنية واحنا اللي بيهدوء جدا بنطالب الناس كلها بالسلوك القوي بلدنا في لحظة أستاذ ابراهيم لا تحتمل كل هذه المهاطرات بلدنا اللي بيحب بلده بجد يحفظ عليها اللي بيحب بلده بجد يدافع عنها الدفاع الحقيقي مش الدفاع اللي هو بالبؤ الدفاع الحقيقي انك انت تبقى ملتزم بأهداف بلدك دلوقتي بتساعد على لم الشام بتقف مع إجابيات بلدك وبتبرزها لأن اللي بيحصل ده سلبيات الناس بتتلقفوا عمالة تتنظر بنا عليها وإحنا سكتين برده أستاذ ابراهيم علشان ما نتحولش إلى فقر الترفية الناس مستنية تشوف حيردوا يقولوا ايه وعملوا ايه لا مش ده مش اسلوب ده احنا مش وسيلة ترفية الناس يعني مستنية عشان تضحك ولا تبتسم لا احنا مش كده ده مش اسلوب فإحنا بنتحمل وحنتحمل لمسؤوليتنا المجتمعية في كل مرة بنقولها ولأن احنا عارفين قدرنا وعشان كده من البداية خالص من أول ما بدأ عشان نبدأها بس نقطة بداية والناس تبقى شايفة الأمور ماشي ازاي التصعيد من أنهي اتجاه التعامل المسؤول من قبل النادي الأهلي ومسؤوليه ماشي ازاي لما زادت الأمور عن الحد في شهر يناير اللي فات مجلس إدارة النادي الأهلي شافنا من واجبه ومن حقه ومن الطبيعي أنه يخاطب الجهات المسؤولة بعت النادي الأهلي ست خطابات للهيئات المسؤولة بداية من دولة رئيس الوزراء سيد وزير الشباب والرياضة سيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس اللجنة الأولمبية السيد رئيس اتحاد الكرة والسيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الست جهات تمت مخطبتهم بخطابات ومذكرات رسمية حاوت كل مواقع من تجاوزات في حق النادي الأهلي ومسؤوليه ورموزه وجمهيره وأعضائه وانتظر الأهلي تتكلموا في شهر يناير دلوقتي احنا في شهر أكتوبر تكررت الأحداث وكمان على نسق هي مش تكررت هي لم تتوقف لم تتوقف زاد التون جدا زادت التجاوزات لحد غير طبيعي جدا خالص كان الحل الأهلي من واقع مسؤوليته من واقع إدراك مسؤولية لطبيعة المسؤولية المجتمعية وقيمة الأهلي وحرص الأهلي دايما وأبدا على أنه يتصرف صح خاطب نفس الجهات الكبيرة المعنية زاد إليها خطاب شامل بدأوا إلى سيد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ثم إلى دولة رئيس الوزراء أضاف إليهم مع سيد رئيس الديوان سيد وزير الداخلية ثم رئيس مجلس النواب والهيئات السابق مخطبته رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد الكورة رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام ثمان مذكرات كاملة خرجت هذا الأسبوع إلى هذه الهيئات المسؤولة مشفوعة بكل ما حاوته أو بعض الحقيقة لأنه صعب تحصل كل اللي حصل وصعب تكتب كل اللي تقال لكن تم تقديم هذه المذكرات إلى كل هذه الهيئات رئيس مجلس أسد إبراهيم تقديم المذكرات دي هو لها معنى وأيضاً فيها مسؤولية معناها إيه؟ أنت بتقدم لجهات مشغولة جداً ممكن ما تكونش بيتتابع بدقة لهذه التفاصيل التي تحدث على الساحة وممكن يكون وصل لها تقارير مش مزبوطة من طرف واحد فمن المهم جداً اكتبعت هذه الخطابات بتتضمن حقيقة الموقف وبتستغيث وبتقول لهم يا جماعة قلولنا مين الجهة اللي ممكن تدلنا حقنا وده تصرف في رأيي حكيم ومسؤول وحنا ننتظر ومش ضروري يعني يعني ما تخليش توقعاتنا هي اللي تحكم الأمور لكن أنا متأكد أن فيه ناس وجهات مهتمية جداً أن الظاهرة دي يجب أن تتوقف ويجب أن تحاسم ما ينفعش هذا الكلام لأنه الموضوع ما بقاش يخص أفراد ده له انعكاسات على على شارع وعلى ناس وبدأت في البيت الواحد اللي فيه أهله زمال كاوي فيه نوع من أنواع يعني لا العلاقات مش كده بالعكس يعني الجمهور الزمال الكي الكبير الحقيقي مدرك مدرك كويس بس أنت بتنقله يعني أنت بتنقله الحقيقة وده اللي أنا بقول للتحوير وأنك تخلق مواقف مش موجودة يعني أنت تيجي تقول كلمة هنا تتاخد في سياق تاني وتكتزق وتتقدم بحيس أنها تستفز حد وده مش حقيقي يعني 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 حصل حاجة غريبة جدا قل لي أنت يعني عملت مداخلة مع زميل هاني حتحوت وكان واضح أنه فيه سوء فاهم لا مش سوء فاهم هو أنا كنت فاكر أن أنا بوضح لأنكتشفت أن أنا ما كانش أوضح لأن الموضوع كان واضح بس كان فيه تعمد أنك أنت ما يحصلش يعني أنك تاخده في سياقه الصحيح أنا قاعد لقيت الزميل هاني بيقرأ يعني تعليق أو تويت أو حاجة بتقول أن عدل قيعي ما معناه إزاي يقول كده هو ماله وده استفز جمهور زمالك فأنا كنت فاكر أنه حيبتدي يشرح الموضوع يا جماعة الناس دي لا هيا تقصد أن عايزة زمالك يستبعد ولا بتلم مستندات علشان تأذي الزمالك ولا حاجة كنت متصور حيقول كده كنت متصورنا حيقول اللي أنا قلت له بقى فطلبت عمل مداخل قلت له أنا مندهش يعني هاني أنك أنت أنتوقعت أنك أنت هتشرح الموضوع وتقول أن عدلي وإبراهيم قالوا في البرنامج حق الزمالك واضح ومعلوش أي خطأ لأنه زمالك عنده خطاب وقلت له وزدت يعني المكالمة طويلة وزدت عليه وقلت له مش بس خطاب ده الاتحاد الافريقي بعد حكام وبعد مراقب وحصل إجراء إذن كل تحت إجراءات تخضع للاتحاد الافريقي والزمالك التزم بها قال لي الغرض ومش الغرض بس الكلمة دي معناها إن هما بيقولوا إن مصر آآ 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 آمينة يعني ده بيضعف موقف قلت له ويضعف ليه زمالك أصلا لم أتكلمش ولم أدخلش الموضوع ده مش بين الزمالك وجينراسيون ده بين الجنرسيون والاتحاد الأفريقي الزمالك بره اللعبة الزمالك جاله جاوب نفزه يحفظ له حقه ولذلك قلت له يعني توقعاتي ان بإذن الله الزمالك هياخد حقه هو كان الاتجاه او كان التصور الماتش ممكن يتعاد لان برضو الجنرسيون بيستند الى منطق وحاول اه حاول يثبت ان ما كانش فيه مبارل لنقل المباراة لان مصر امنة لكن هو خد بالمبرر اللي يخدمني انا كوضع انا احب ان بلدي يتبقى صورتها عند الناس امنة ما كان ممكن يقول انا مش لعب لانا مصر مش امنة لو خدناها في السياخ التان فشكري او يعني اللي تبانى على التويتر بتاعتك استاذ ابراهيم وده اللي برضو يعني انت اتهجمت بما فيك كفاية في هذا الامر ان الناس عايزة تكتزئ الامر وتبين ان كان فيه سوء نية عشان ندعي موجة نظر جنرسيون جنرسيون مصور وعامل مش كلامنا اللي حايد عم نظره احنا احنا استاذ ابراهيم اللي زعلني ايه بقى انه بعد طبعا ما جدلني شوية وخلاص انا وضحت وجهة نظري وتصورت يعني ان حسيبي الناس نحكم وفاجأ ان مع دخول الزميلين العزيز احمد الخضر وعلا عزى الزملاء Que me sir انه فاجأ اسألهم ايه为什么 قالوا مؤسطة لوقيعي فشكره للفريق سنغالي فالتنين مشوا معاه ما قال لهم شي هو قال لهم ايه هما كانوا في المستانين في الاستوديو مية المية شافوا المداخلة محدش برضو جاب سيرة اللي انا قلت انا وانت واللي هو قلت له انت سمعته بنفسك قال لي اه قلت له ما جبتش سيرته ليه قال لي عشاني النواية قلت له نواية ايه يعني عيب انك تقولي النواية لانك انت لو دخلت في النواية يعني يعني ايه انت مش عايش تخش في نواية جنراسيون دخلت في نواية جنراسيون انهم بيليموا ادلة ماشي تب دخلت في نواية انه احنا بندعمهم بناء على ايه صحيح مش تخد تاخد كلامنا المباشر ده مفوش نواية بقى ده انا جاي بقولك وش يا هو استاذ ابراهيم انا دهشتي ان يحصل تعتيم تاني بعدها بدقيقة ويتكلموا على اللي انا قلته بدون ان يذكر الكلام اللي اقر بيه ان احنا قلنا فعلا واكدنا على حق الزمالك استاذ هاني انا مش عارف انت عملت ايه 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 مشكلة الاهل مع الترجي لكن محدش محدش قال انه اعلاميين مصريين بعتوا جوابات للترجل محدش قال بقى ان المعد بتاع خالد وغندور طلع رأي المزاعد تونسي قال انا بقى انا انا لزورنا خطابات وبعتناها للسنغال عشان نقوي موقفه ولا كتبنا خطابات لمجلس الشعب وقلنا ان في رشاوة قدمت والعمل الحاجات دي مش احنا احنا ما بنعملش كده لكن اللي عمل كده لم يحظى بالاستنكار اللي احنا حظنا به لمجرد تفتش في النواية بيفتش في النواية غير موجودة لا وحتى افرد موجودة تضر في ايدي ولا حاجة بس احنا قلناها وش بعدنا عن النواية كنا واضحين جدا وما زلنا بنقول والله ايزا مالك عنده جواب وقلت له قلت له ببعض الحل بتاع اعادة المباراة لان فيه قرعة بعدها بيوم فهتتعاد امتى يا استاذ ابراهيم العملية ضغط على مشاعر الجماهير وتصدير صورة ان هنا فيه ناس بتتجاوز وفيه هنا فيه ناس بتتجاوز واخد بالك لو قلت له صباح الخير حيقولك وقلت صباح الخير ليه برضو حيخدها في السياق تاني ودي بره المسئولية احنا عندنا مسئولية وحنتمسك بيها وحنتفع تمانا ما عندناش مشكلة وانا ارجو ان يعني الموضوع ما يبوخش اكتر من كده بقى المواضيع دي احنا عندنا رسالة اعلامية لا شتمنا حد ولا هجبنا حد ولا لقاحنا كلام على حد ولا بالعكس يجي يقولك انت بتجيب سيرة الزمالك ليه انا ما بجيبش انا ثمان سنين ما بجيبش سيرة الزمالك لكن انا برد على اللي الزمالك بيواجهني بيه من شتايم انا مش عايد اجيب سيرة الزمالك مش من الصح انك تجيب سيرة ويجيب سيرتك مش من الصح ده مش من الصح ازا كان عندك كلمة طيبة وعندي كلمة طيبة ان نقولها لكن لم نذكر الزمالك بسوق ازا كنا بنتكلم على حالات تحكمية كانت كانت ردا على كلمة الااالي بيكسب بالحكام والبطولات الحلال والحرام واللي ما زالت لحد النهاردة الاهلي لا يحتسب لها ضربات جزاء ولا يحتسب على الزمالك ضربات جزاء عايزني ما اردش عليك وتجاهل ازيها هذا الكلام ليه دي حوف ان هي مشروعة الكلام فيها ما يزعلش وهذا الكلام لا يسبب احتقان ولا حاجة لان فيه صوت وصورة الناس يتصدق ما تصدقش واحنا حرصين ان احنا على مصدقيتنا مفيش يا جماعة حاجة تستدعي ان احنا نعمل كده ببعضنا